تعالوا ناخد بعضنا ونتكلم حابة على الحلم النووي نعرفين كده الحلم العربي مصر عندها الحلم النووي تقريبا من ستين سنة وخدت قرار انها تعمل مفاعلات نووية بغرض الابحاث والمشروع اتعطل لاسباب عد عندنا مفاعلات بحثية ده صحيح مما لا شك فيه زي مفاعل انشاثة بقلتلكم الكلام ده لكن تم اتخاذ قرار شديد الوضوح وفاعل ان احنا هنمتلك مفاعلات نووية لغرض البحثية والصناعية ولأجل انتاج الطاقة وبالفعل بدأنا في ده سنة عشرين سبعتاشر وشكده دايما نقولك الجمهورية الجديدة دي هي جمهورية الأفعال مش جمهورية النواية النهاردة المفاعلات النووية بتتبني ويمكن كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم مع حضراتكو انه اتحطت المفاعلات او اتحطت الصبات بتاعة الخرصانة لواحد واثنين وثلاثة وكان الأسبوع اللي فات الصبة الاولى بتاعة المفاعل الرابع قال بقى احد المفاعلات بالفعل موجود الى اخره مصر بتحقق هذا الحلم اللي حلمت بيه في البداية من ستين سنة شوف مثلا المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تفضل علينا مشكورا ان الحقيقة بانفو جراف اكتر من رائع يترجم هذه المسألة وشوف ازاي برنامج الامم المتحدة الانمائي بيتكلم انه بتوفر الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة زي مشروع الضبعة النووية واللي بيعتبر ضمن اهم المشروعات الوطنية من سنة 2014 روس اتم بتعد محطة هما اللي بيقولوا محطة الضبعة اول محطة للطاقة النووية في مصر بقدرة 4.8 من 10 جيجا وات وانه دا يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظم امدادات الطاقة الوطنية جانرال الكتريك دول بقى مش روس اتم هو بيقولك سوف تساعد محطة الضبعة للطاقة النووية في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال امداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها طيب الوكالة الدولية للطاقة الضرية قالت ايه في 2022 انه هذا المشروع هيساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة واللي بتشمل توفير الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون وخلق فرص عمل خلال فترة بناء المشروع تعال نشوف الرؤية الايجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري عندنا طبعا ما قدل به الرئيس الروسي فلاديمير كوتين عندنا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الضرية رافيال جروسي عندنا المدير العام لشركة روس أتم الروسية أليكسي لخاتشيف تعال نشوف كده رئيس الروسي قال ايه قال ان بناء اول محطة نوية في مصر هو رمز هام في التعاون الروسي المصري حيث ان تنفيذه سوف يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعز السيادتها خد بالك بقى يعني ان مصر سائدة في مجال الطاقة فبيقول ويعزز بقى كمان هذه السيادة بجانب توفير المزيد من فرص العمل كما ان هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر مدير العام للوكالة بيقول وهو رافيال جروسي بيقول مصر تتحرك للأمام ببرنامج نووي طموح وانا سعيد جدا للبرنامج لكونه تطورا جديدا في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الضرية مدير العام لشركة روس أتم بيقول مشروع الضبع النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري سوف يتم توفير الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية ويزيد معها خد بالك بقى الناتج القومي المحلي او الناتج المحلي القومي شوف انت بتحب تنطقها ازاي علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع طبعا مجالاته البحسية شديدة الاتساع احلم احلم بجد من شزار رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الضرية خسي باستوس في 2020 قال الاتي قال تحرز مصر تقدما جيدا في مرحلة بناء اول محطة للطاقة النووي محطة مش مفاعلة لان محطتنا بتاعة الضبعة دي اربع مفاعلات طيب تعالوا نشوف المدير العام للجمعية النووية العالمية اسمها سيما بالباوي ليون بتقول الاتي تعد محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة وبشكل يومي فخامت الرئيس قال ايه قال هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهد على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطة نووية سلمية بتتوالى طبعا الشاهدات ولو عدت عددتلك هذه الشاهدات ممكن تنتهي الحلقة دون أن نوفيها حقها كاملا أو نوفي حق المركز الإعلامي تابع المركز المركز الإعلامي تابع لمجلس الوزراء حقه في هذا الجهد العظيم موسيقى